نظمت مصالح أمن ولاية ميلا والدرك الوطني بالتنسيق مع مديرية النقل حملة تحسيسية للوقاية والحد من انتشار وباء كوفيد-19 على إثر تزايد في عدد الإصابات موجهة لمستعملية طريق وخاصة سواق الحافلات والنقل الجماعي وهذا بالمحطة الغربية حيث تم تقديم نصائح وإرشادات والوقوف على مدى تطبيق الإجراءات الصحية للحد من انتشار الوباء تغطية عياد الساسي ما هي السائق الهاوي؟ هو السائق المحترف ما هي السائق المحترف؟ اللي يحترف هذا العمل هو السائق الحافلة اللي كمان قلوحنا بالدرجة يكله منها الخبز والإنسان اللي يحافظ على خبزه وخبز سوداده أولا ويحافظ أيضا على سلامة الركاب وسلامة الناس اللي يرغم يرغم ما هي السمي يحافظ؟ إذا كتعرفوا الوضعات اللي رغمنا فيه لأمر الوضع الصحيح رغمت بداية تكثر إصابات ومساعة الوفاية تكثر ما هي السمي يستحسن باش نعاود ونرجع الوضع اللي يكون فيه لازم نحترم الإجراءات اللي يقيم الكورونا استمرارا للعمالية التوعوية والتحسيسية التي تبادرها مصالح الأمن الوطني بشركة مع شركائنا في أدرك الوطني ومصالح مدرية النقل إذن نظمنا هذه الخرجة التوعوية التحسيسية لفائدة سواق الحافلات الجماعية للمسافرين هنا في مدينة ميلا وأيضا هناك عملية التوعوية التحسيسية مماثلة في قطاعات أخرى في الولاية إذن نركز في هذه الخرجة التوعوية على التذكير بالإجراءات الاحترازية التي تصب في مجال الوقاية من انتشار فيروس كورونا وذلك بالنظر إلى الأرقام المتزايدة والمسجلة مؤخرة وقفنا على عدة نقاط خاصة في الأجواء الباردة يعني تكون الحافلات مغلقة إلى غير ذلك وهذا النقاط التي ركزنا عليها خاصة مع المبالات خاصة المستعملين سواء المستعملين للحافلات أو كذلك المستخدمين أو حتى الراكبين وهذا من خلال التركيز على ارتداء الكمامات استعمال المعاقمات وكذا التباعد الجسدي وكذا السلامة المرورية في تطبيق قواعد المرور تفادي التجاوزات الخطيرة السرعة المفرطة وكل ما من شأنه الإهدار بالروح البشرية يوم راجعات برك الوطني دعنا حمدات اكساسية فيما يقص الإجراءات القانونية على المرور وأنا مقدم كل الإجراءات التعقيمية ترجمة نانسي قنقر